السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو سنشرح كيفية إنشاء مبنى بأبسط طريقة بحيث نضمن تحليل أداء المبنى ضمن تطبيق سفيرة بطريقة سالسة ومريحة قبل البدء برسم المبنى على المصمم أن ينتبه إلى أن الغاية من الرسم هي إنشاء نموذج تصوري ولذلك فإن هندسة هذا المبنى يجب أن تكون بسيطة جدا لضمان إجراء الدراسة والتحليل بشكل سالس في حال استخدام برنامج SketchUp لإنشاء المبنى فعلى المصمم أن يركز على الغلاف الخارجي للمبنى من جدران ونوافذ وعناصر تضليل دون الدخول في التفاصيل الصغيرة التي تزيد من تعقيد المبنى لكن السؤال المطروح هو في حال وجود مبنى مرسوم مسبقا فهل الأفضل هو تبسيط هذا المبنى أم إعادة رسمه من جديد بشكل مبسط من أجل تحليله ضمن تطبيق سفيرة والجواب على هذا السؤال أن الحالة تختلف حسب طبيعة المبنى المرسوم ودرجة تعقيده فربما يكون من وجهة نظر المصمم أن إعادة رسم المبنى بشكل مبسط من جديد أسهل من تبسيط المبنى المرسوم ويستغلق وقتا أقصر على كل حال عند إنشاء مبنى جديد مبسط أو عند تبسيط مبنى مرسوم مسبقا فيجب التركيز على مساحة الأرضية وعناصر التضليل ومساحة الجدران والنوافذ والتجاهية مع تقليل الاهتمام بالجدران الداخلية والتفاصيل المعمارية الدقيقة مثل إطارات النوافذ وسماكة الجدران ويمكن تلخيص الإجراءات المفروض اتباعها للحصول على مبنى مبسط بالنقاط التالية أولا رسم الجدران والنوافذ بدون سماكة ثانيا إن الحرارة المنتقلة عبر الجدران الداخلية مهملة ضمن تطبيق سفيرة لذلك لا داعي للتركيز على رسم هذه الجدران إلا في حال الرغبة بتحليل الإنارة الطبيعية عندها يمكن رسم الجدران الداخلية المؤثرة فقط ثالثا يجب أن تكون أرضية الطابق الأرضي للمبنى على ارتفاع صفر للمحور زد وأن تكون زاوية المبنى منطبقة على مركز الإحداثيات رابعا بعد الانتهاء من رسم المبنى يمكن التأكد من تصنيف المكونات المرسومة من خلال لوحة المكونات entity palette وذلك بالنقر على show entity types لاحظ أن البرنامج يقوم بتصنيف مكونات المبنى وفقا لطبيعة المكون إما زجاج أو جدار أو سقف أو تضليل أو أرضية إلى آخره يمكن إعادة تعيين مكون ما إلى تصنيف جديد باختيار هذا المكون ومن ثم النقر على الزر الأيمن للفقرة وتحديد صنف المكون الجديد من خلال الأمر sephera plugin يمكن اعتماد هذه الطريقة مثلا من أجل وسم الجدران الداخلية على أنها internal wall أو إهمالها أو يمكن وسمها على أنها زجاج داخلي خامسا قم بحذف أو إخفاء أي عنصر لا يمت للمشروع بصلة أخيرا بالنسبة للمباني المحيطة بالمشروع المدروس يمكن اعتبارها تضليل وبالتالي قد تؤثر في حسابات الإنارة الطبيعية أو يمكن إهمالها لكن لا يجب إبقاء هذه المباني دون إهمال أو تحويلها إلى تضليل وإلا سيعتبر البرنامج دخولها في الدراسة وبالتالي سيقوم بحساب الأحمال الحرارية لها ضمن المشروع ككل في حال استخدام برنامج Revit لإنشاء المبنى فيراعى استخدام النصائح السابقة من أجل تبسيط المبنى قدر الإمكان بالإضافة إلى اتباع الخطوات التالية أولا باعتبار أن سيفيرا يقوم بإجراء التحليل وفقا للمنظر الظاهري للمبنى أي وفقا لـ Building View فإن أول خطوة هي توليد مناظر خاصة بتطبيق سيفيرا عن طريق التوجه إلى القائمة Add-ins والنقر على أيقونة سيفيرا ثم النقر على الأمر Generate Sifera Views فيقوم هذا الأمر بإنشاء مناظر خاصة بسيفيرا تحتوي فقط العناصر التي سيقوم بتحليلها ثانيا جميع الأرضيات التي تقع خارج حدود المبنى يجب إهمالها وذلك باختيار الأرضية ومن ثم عزل أو إخفاء الأرضية عن طريق الأمر Isolate ثم تحديد أجزاء الأرضية الواقعة خارج حدود المبنى المدروس واختيار المربع Ignore for Sifera ثم ننقر على Apply ثم ننقر مرة أخرى Reset Temporary Isolate Hide ثالثا جميع الجدران التي تقع خارج حدود المبنى المدروس يجب إهمالها أو تحويلها إلى عناصر تضليل وذلك باختيار هذه الجدران وتحويلها إلى تضليل عن طريق الأمر Shading for Sifera ثم ننقر على الأمر Apply يجب الانتباه إلى أنه في حال تم اختيار المربع Ignore for Sifera وفي نفس الوقت تم اختيار المربع Shading for Sifera لنفس العنصر فإن هذا العنصر سيتم إهماله ولا يعتبر تضليل تذكر أن تحديد العناصر كتضليل خارجي يؤثر على كمية الكسب الإشاعي الشمسي بالإضافة إلى تأثيره على الإنارة الطبيعية رابعا بالنسبة للمباني والكتل المحيطة بالمبنى المدروس يجب إهمالها أو تحويلها إلى عناصر تضليل وإلا ستتم دراسة هذه المباني مع المبنى المدروس نفسه خامسا بالنسبة للجدران والنوافذ الداخلية فإن Sifera لا يأخذها بعين الاعتبار عند دراسة الحمل الحراري لكنها تؤثر على دراسة الإنارة الطبيعية سادسا يجب أن يحوي المبنى المدروس على سقف نهائي واحد على الأقل لذلك يجب التأكد من أن السقف النهائي للمبنى قد تم اختياره على أساس روف وليس أرضية سابعا تأكد تماما من جهة الجدران الخارجية بحيث يكون السطح الخارجي للجدار متجه إلى الخارج ويتم التأكد من هذا الأمر باختيار الجدار والتأكد من أن رمز السهمين يقع من طرف السطح الخارجي للجدار وليس من الداخل وفي حال كان الرمز يقع في الداخل فيتم تصحيح هذا الجدار بالنقر المزدوج على الرمز نفسه إذن يجب التأكد من جميع الجدران على أن السطح الخارجي لها يقع من طرف الجهة الخارجية أخيرا بعد الانتهاء من إنشاء المبنى أو تبسيط مبنى سابق يمكن إجراء الدراسة الأولية السريعة للمبنى عن طريق تطبيق سفيرة الأمر Open Real Time Analysis سواء على برنامج Revit أو SketchUp أو يمكن رفع المبنى إلى موقع سفيرة على الويب ترجمة نانسي قنقر